من جدة معي دكتورة فيفيان ووهبة أخصائية تغذية مساء الخير أهلا بك معنا دكتورة فيفيان يعني كل الدراسات عم تغير لنا كل المعتقدات يلي نحن دايما عايشين على يوم نعرفها مش معتقد هذا كمان هو على أساس المواد اللي فيها للفاستا أنه هي بتنصح شو بيصير بالدراسات الجديدة؟ شو عم بيصير معهم؟ أهلا بيصير أهلا بيكم يا مسنور أهلا وسهلا بالنسبة للفاستا ما يتحقن إحنا عادة أي حدا عم يعمل ضعي سيليك أنا ما بيكم الفاستا كرمال بتزيد الوزن سعرات عالية فكريات كلنا شويات فكريات تتحول لفكريات ودهوم في الجسم فبالتالي بتزيد الوزن لكن هيدا الاعتقاد من المعتقدات الخاطئة وهلأ حلو أنه هيكي أنه من هدراسة اللي عم تطلع أنه الفاستا قبل أمنى من الاشياء اللي بتنصيح خاصة إذا تتاكل اعتدال وضمن حمية غذائية معتدلة يعني مثلا إذا أنا بيكم اليوميا نص كوب من الغداء مثلا نص كوب من الفاستا ما يعادل خمسمعالق رز ما يعادل نص غير صبز أسمر بمعدل 30 جرام إنتي عم تخلي نفس السعرات الحرارية فالفاستا هي من الاشياء فيني أقول الصحية إذا اخترتها من الحبوب الكاملة إذا اخترتها ثمرة أكيد معدل امتصاصة بالجسم يعني بتاخد وقت أكتر من الباستا البيضة وذكرت الشغلة هي المؤشر الجليسيني طبعا بيكون مخفض أكتر ما بيعلي مستوى سكر في الدم ولكن بشرط أنك تخطريها ثمرة وصلت الثاني أنه تكون بكمية معتدلة يعني ما فيك تاكل باستا كميات كبيرة يعني عادة الناس بتسمع أنه الباستا بتنحي فبصيروا بياكلوا كميات كبيرة من الباستا كيف على أي أساس معتقد أنه بتضعف يعني تكون سمرة طبعا دايما والخبز دايما يكون أفضل وبكمية معتدلة بطبيعة الحال دايما هي النصيحة بس أنه الماكروني بتساعد بتخصيص وانقاذ الوزن يعني مش لها الدرجة أنا بشوفها أكتر مثل كأنه عنوان للفط الانقباها أكتر لأنه هي الدراسة عملت على تناول الباستا على مجموعات ضمن حي غذائية هنا عاطينهم قولها دي خميات غذائية للأشخاص وكان عم ينعمل مثل قواشنر أسئلة عليهم شو عم يأكلوا بدون أي أسواتات يعني كتير دقيقة بالدراسة فأنه بنهانت الدراسة بتقلك أنه إذا أنت بتاكل الباستا بتختريها سمرة وكمانا إذا بتكون طريقة طبعا تبعيتها يعني إذا كنتي ما تحيطيها 100% طرية كمانا بتكون معشب لجليسيل إذا بها منخفض فما بتعلي مستوى السكر كتير وإذا أكلتها باعتدال لأنه هي المشكلة مش بالباستا المشكلة بالإضافات اللي مع الباستا يعني أنت ممكن تاكل باستا تاكلها 100% طحية ما في كالوريز كتير وأنا عملها بالكريمة وبالأشطة وبالجبنة وبالصاص وجمعت كتير سعرات حرارية إضافية فبالتالي حتتخني فأنا بشوفه مثل هو مثل عنوان لجذب الانتباه أنه الباستا مظلومة مش بس تمنى بالتخن فينا ناكلها كحمية وأنا معا أنه ناكلها خلال الفنية الغذائية ولكن الشرط هو الاعتدال بالكمية وطريقة تحضير الفاستا حمية بشكل أنه هي من مواد اللازم ناخدها بجسمنا كمنشوية طبعا طيب بس ذكرت نقطة أنه كلمة هي مش مسوية لدرجة 100% كلمة أفضل ماثبوط مثل الفاستا مثل البطاطا مثل الأزونا السلوقة كمانا كما لما بنكونهم منون كتير مسوية بسرعة لما يكون كتير مسوية فبتأثر على المؤشر الجليسيني تبعا هذه الشغلية تاني شيئ لنا الكمية كمانا معشو عم تاكيها يعني إلادور هي أهم شيء معشو عم تاكيها وتكون ضمن خمية غذائية يعني أنا فيني كل يوم اتغدى وأتعشى باستا بس كمية الفاستا العام بك كده مضهية طريقة صحية والكمية ضمن سعراتي اللي جامعة خلال الظهر يعني بيكون 1400 سعرة أخذ مجموعة 200 سعرة من الفاستا بالغداء 200 سعرة من الفاستا في العشاء مستحيل يزيد وزنك بالعكس ممكن ينزل وزنك لأنك بيش على حمية نظمة بالكميات مع تدلم يعني فيها تنميع وتنظيم للكميات بما أنك ذكرت على الغداء وعلى العشاء وعلى الترويقى الباستا دكتورة بيفيان صحيح يقال لأوقات بأنه إذا ركزت على وجبة وحدة مثلا يومين تنقول بطاطا مسلوقة بغض النظر أو وجبة صحية بس على نفس الوجبة بيساعد هيدا بأنك تضعف إذا نفس الوجبة كنوع مواحد مثلا بس ماترونة أو بس بطاطا لواحدة لا أنا مني مع هالحميات يعني هيجي صار مثل حرمان خلال الحمية وبالتالي بتأدي لردات فاعل عند الأشخاص حيحسوا بإحساس الحرمان وإحساس الحرمان إلو ردات فاعل بإنك ترد الوزن بعدين يعني ما بس قدر تثبت وزنك أو تثبت على الوزن الإنتي بس معلومة مهمة للباستا أنه الباستا غاني كتير إذا يبناها ثمرة بالبيتوني بي كومبلاكس وكمان بعلي مستوى السيلتونين يعني هرمون سعادة في السم فلما بتكلي هيدا المصدر من النشويات بهديرك الأعصاب يعني بحثتك أنك أنت سبعة طرعة مفيدة للباستا صار عنا حج نضلنا عم نأكل باستا صحيح بس الكمية بنوزم نقول بس أهم شيء السزم بالكمية اللي بسموحها لجسمنا شكرا دكتورة بيفيان وهبة إخصائية تغذية كنت معنا من جدة شكرا